النهاردة وبعد نهاية مباراة الزمالك مع الإسماعيلي في إطار مباريات الجولة رقم 30 من الدوري المصري الممتاز تحدث وهبدأ ما بعد المباراة مش من المباراة نفسها جوزيجو ميز المدير الفني لنادي الزمالك عن نعي أحمد رفعت واتكلم على الظروف اللي بتعيشها الكرة المصرية وهل سيتغير الوضع علشان لا تتكرر نفس النتائج ما انت بالتبعية مدام بيحصل لك مشكلة وما عملتش بعدها حاجة بشكل طبيعي هيحصل لك نفس المشكلة انت ما تستناش نتائج مختلفة دون تغيير المعطيات الموجودة قدامك أساسا من أشخاص ومن فكر ومن أدوات بالمناسبة فكانت تصريحات جوزيجو ميز المدير الفني للزمالك بعد المباراة كالتالي قال المدير الفني البرتغالي حزين على خبر وفاة أحمد رفعت لعب مودن سبورت وما سمعته أنه لعب جيد جدا ويجب أن تكون هناك تجهيزات طبية في كل الملعب تحسبا لأي ظرف طارئ يحتاج لتدخل السريع الفريق بعيد عن المراكز التي يجب أن يتواجد فيها هنا انتقل للحديث عن المباراة وقال لكن الدوري لم ينتهي بعد المباراة الإسماعيل اليوم في مسابقة الدوري كانت مهمة لفريقي من وجهة نظري مباراة اليوم توضح لنا أن الزمالك يمتلك لعبين يستطيعون تمثيل النادي في المستقبل لم نخلق العديد من الفرص للتسجيل لم نقدم الأداء الجيد ولكني سعيد باللعبين وقدرة الفريق على تغيير النتيجة قال أن الزمالك خاض المباراة باثنين مساكين وأحمد رفاعي المدافع الشاب يعاني من إصابة في حين أن مصطفى الزناري عائد من الإصابة والإسماعيلي منافس جيد وعنده لعبون مميزون من وجهة نظري أن أحمد مجدي ده المساك اللي لعب جنب المسلوسي النهاردة قدم مباراة جيدة وكنت أريد استغلال الناشئين وهناك ثلاثة لعبين شاركوا في مباراة اليوم لأول مرة هشرح لكم التشكيلة حالا إذا دفع بالتشكيل الأساسي اللي بيخوض كل المباراة سيسأل الجميع عن الناشئين قال أنه اعتمد على تشكيل مزيج من اللاعبين الكبار والشباب ودفع بعمار ياسر في مركز الهجوم بالرغم من أن مركزه الأساسي جنح أيسر وشارك النهاردة كمهاجم مع وجود أوباما على مقاعد البودلاء والجزيري اللي عاد للمشاركة بعد غياب طويل في المباراة نفسها زي ما أنتوا شايفين من كلام جوزي جوميز شارك الزمالك بتشكيلة من اللاعبين الجدد الشباب ما بين أول مرة يلعبوا ما بين بيشاركوا في دقائق قليلة جدا سابقا وده بسبب أن محمد شحاتة زياد كمال حسام عبد المجيد منضمين إلى المنتخب الأولمبي إلى جانب انضمام رابعهم من الكبار أحمد سيد زيزو النهاردة إلى قائمة المنتخب الأولمبي لدعم مستر روجيريو مكلفي حلم منتخبنا في الأولمبياد في باريس وده معناه أن تشكيلة الزمالك النهاردة كانت غريبة ومختلفة تماما وده كان السبب الواضح في عصبية الكابتن إيهاب جلال لتأخر تقدم الإسماعيلي على الزمالك دون استغلال لوضعية الزمالك